طيب تعالوا ننتقل إلى خبر آخر أعلن مكتب التنصيق للقبول بالجامعات والمعاهد أمس الجمعة أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي اشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات بلغ 9500 طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 20-24-20-25 سيستمر موقع التنصيق التنصيق.digital.gov.eg في استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 20-24 لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الخميس 8-28-24 علما بأن الموقع سيكون متاحا أمام الطلاب على مدار 24 ساعة الموقع سيكون متاحا أمام الطلاب على مدار 24 ساعة الموقع سيكون متاحا أمام الطلاب على مدار 24 ساعة